أكثر من نصف شهر على وصول رئيس المجلس الانتقال الجنوب إلى العاصمة السعودية لم يتحقق أي تقدم يذكر باتجاه تطبيق اتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة الشرعية إرضاء للسعودية في أعقاب انقلاب نفذه ضدها المجلس المدعوم من الإمارات في العاشر من أغسطس آب من العام المنصرم تحولت الرياض إلى مقر سياسي للانتقال وإلى مظلة للقاءات يجريها رئيسه القادم من أبوظبي مع دبلماسيين من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في وقت تكتفي فيه الحكومة بالتحذيرات الصادرة عن وزير الخارجية والموجهة للانتقال المعروف بتابعيته المطلقة لأجندة البلدين الذين يتواجدان عسكرياً في اليمن بذرعة دعم الشرعية تدفع السعودية من ورائها أبوظبي الحكومة الشرعية إلى حرب استنزاف على جبهتين أحدهما ضد الانقلاب الحوثي في الشمال والأخرى ضد الانقلاب الجديد للمجلس الانتقالي وميليشياته المسلحة المدعومة من أبوظبي في جنوب البلاد وفي كل الحربين تواصل السعودية ممارسة سياسة التقنين العسكري المقصود نحو السلطة الشرعية لتبقى هذه السلطة أحد الأطراف لا أقوى الأطراف في المواجهة العسكرية التي تحولت أو كادت إلى حرب أهلية ينتظر أن تجبر الجميع على القبول بتسوية تقوم على الوقائع التي انتجتها الحرب العابتية على مدى الأعوام الماضية ضخ الإعلام السعودي الإماراتي طيلة الفترة الماضية ولا يزال يضخ كماً هائلاً من الشعارات التي تحول اليمنيون معها إلى مجرد مقاتلين بالوكالة وتحولت الحرب برمتها إلى مواجهة شاملة بين العرب وإيران لا حرباً من أجل استعادة الدولة واستكمال العملية السياسية ومضى البلدان في تعميم أنباء لا أساس لها عن تدخلات إقليمية قطرية وأفرة تركية في محاولة للتحرر من التبعات السياسية والاقتصادية والأمنية لتدخلهم العسكرية الذي تحول منذ اللحظة الأولى إلى عملية احتلال تتكشف معالمها في الترتيبات العسكرية للبلدين في عدن وأبياً وسقطرة والمهرة وفي مقابل السيطرة المطلقة التي تمارسها الرياض وأبوظبي على بر اليمن وبحرها وجوها وعلى قرار الحرب والسلم ومصادراتهم الإرادة السياسية للسلطة الشرعية لم تجد هذه السلطة مقابل كل ذلك موطئ قدم آمن لها في الجغرافية اليمنية وحينما حاولت أن تستخدم القوى المشروعة للعودة إلى عدن وضعت السعودية والإمارات الإمكانية العسكرية اللازمة بيد إنقلابي المجلس الانتقالي لإعاقة تقدم الجيش مقوى العاصمة المؤقتة وللحصول على المزيد من التنازلات السياسية عبر اتفاق الرياضة أو على النقيض منه تماماً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر